خطوة ثانية يشرع فيها التكتل النقابي لقطاع التربية بداية من اليوم فبعد إضراب اليومين الشركاء الاجتماعيون يستنفرون قواعدهم مجدداً ويشرعون في عقد دورات استثنائية للمجالس الوطنية كل نقابة على حيدة والبداية تكون اليوم مع مجلس ثانوية الجزائر الذي يجتمع بممثله بثانوية ابن الهيثم برويس بالعاصمة وهذا لتقييم الحركة الاحتجاجية الماضية ودراسة السبل التي يتم انتهاجها في الموعد الثاني من الحركة الاحتجاجية والتي ستكون موضع الاجتماع المقبل للتكتل والمرتقى بيوم الخميس المقبل من جهته استدعى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أعضاء مجلسه الوطني للتشاوري يوم غد بمقار النقابة لعرض حصيلة الإضراب الذي تم تنظيمه مؤخراً وضبط الأوتور التي يتم على أساسها تحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية المقبلة أما النقاب الوطني المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني فقررت استدعى مجلسها الوطني يوم الأربع المقبل موعد يصر من خلاله أعضاء المجلس كباقي النقابات على ضبط أجندة يتم اقتراحها في الاجتماع المقبل لتكتل النقاب كما سيشهد هذا الأسبوع عقد دورات استثنائية لنقابات الأخرى المنضوية تحت التكتل كنقابة عمال التربية دورات ستتوجه باتفاق نهائي للشركاء الاجتماعيين لضرب موعد آخر لإضراب قد يكون مفتوحاً بعد انقذاء مهلة الأسبوع الذي أمهلته للوزارة الوصية للبث في مطالبها